هل تعرف ما هي أعرف كيف هي لا أعرف ما هي انا حاسس ان انا مثلا لقيت مثلا يايا بتاع بيس كيك منزل صورة ان في حد في غزة نزل صورة انها بيتفرج على بيس كيك وانها مبسوط وكده فها يايا شاردت وقال انا مبتسم ومكسور في نفس الوقت ان انا اصلا مدى ان انا مش بنزل حلقات تتشير بيبل اوب بس في نفس الوقت انا مش قادر اهضر انا عرف ان كده كده محدش في فلسطين بيسمعنا بس بالانرجي دي انا انا على طول ببص للحياة كده بحس اللي هو اه ده مش وقت اه ده بس في نفس الوقت ما ينفعش لو احنا مش في الحاجة ان احنا نفضل بالانتشن على طول طول اليوم فلو الساعة دي هتبقى هاي دي الريليس والبريك بتاعكو سو بيت انه ليه لقى اه اه اتعارف ان انت كدت قلت نفس حاجة شبه دي اوي في الانترفيو بتاعتك لات الفيلم حسن مفروضنا ننزل الانترفيو دي كلها على تبقى الساعة دي ريكتور سكوت دي ريكتور سكوت جيمي ايديشن لاللي مش عارف احنا ملتكلم على ايه فاروق كان عمل في المحي الوقاوي دوكيمنتري عن الستانداب والكوميدي في مصر وكده من ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين اوه وفيلم حلو قوي وكذا حد في اللي بيسمعونا في كوالا اتفرجوا عليه عشان كان فاروق نزل الانترفيو اوه لوايزين لينك التاني أعمله قلق على الام Drew اعمله عواق تصوروا نفسكم ونتم رافعين ايديكو بس الصورة مش فيديوز ما تصوتوهش ايه 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 بس ممكن نحط اللينك انا كنت قلت ايه في الفيديو في لايغم اه نفس الكلام لنا قلتكي وانت قلتي ايدا أولى? إيلي هيحصل في فلسطين لا اعتقد ان انت قلتلي ان انت قلت انه زمان انت كنت مبسوط قوي اه وبعد كده بعد شوية بعد لما حاجات كتير بقت بتحصل وحشة يعني انه انت بقيت فاهم اليين يانج بتاع الحياة يعني اه اعتقد نفس الفكر انت بتقولها دلوقتي اعتقد ان ايا عنده حق جدا 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 اعتقد انه انا انا مش مش فاهم ازاي اعتقد فيه اه شيم في الهزار زي ما فيه شيم وجلت وزنب في حياة كتير قوي بنعملها في حياة زي شيم ان انت مسلا لو مسلا حد مات في العيلة فانت مسلا بالليل تروح تتفرج على فيلم اللي هو حد هيجيلك جد جميلة طيب ديت ازاي عندك حايت تتفرج على فيلم وفيه الفيلم ادم سندلر مسلا هو فاهم اللي هو هياس مش مش دحك هياس ايه اه اه هو التخلف بس انا بحس ان اللي بيه طمني انا اتليست دي حاجة برضو سالفش جواه انه طالما انا بتكلم عن الموضوع الواحش وبحزر بقى في حاجات تانية بحسها بس انا بحس المسلا العالم كله كوميديانز مثلا في امريكا وكده ما بينزلوا سنيبيتز كتير قوي من الستاندرب بتاعتهم بس انه لا تتتعلم عن اي شيء او اي جنوسايد او اي شيء بحس اللي هو انت عالم ولا الكلب هو زال اسرائيل ولا الكلب لا بس انا اعتقد انه لو انت بتسمعنا وحابب يعني ان انت تستريح شوية من هذه الصعوبات احنا بيك لو انت حاس انت هتبقى تريجرد من كتر ان احنا ممكن نهزر شوية بس دي الطريقة اللي انا يعني احنا مش بنحاول حتى دي الطريقة اللي انا و جيمي بنتعامل بيها في حياتنا عمتا اه اه دي الطريقة اللي احنا بنديل بالسترس والزعل والاكتئاب وكده ان احنا بنهزر بالزبط فهي هو ده يعني سيكولوجيك ده بتاعنا دي الطريقة اللي انا فعلا 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 لما انا بخشهم متوتر في اي مكان او عايز اكلم موظف مثلا اول حاجة هعملها اللي هو بهزر او بعمل حاجة هابلة لانه بس ده لا يعني اننا اه لسه هنعد نفكركم للأبد بموضوع المقاطعة يس لازم تقطعوا جدا 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 اهليكو ايو 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 اننا حاولوا فإن طرف على حلال الاساس والدايما تحاولوا تدعوا والآه هيد تقولا ، اننا حاولوا فلدا هيد يعني ده كونفيوزنج لينا زي ما هيبقى كونفيوزنج ليكو انتو تسمعها بس أدينا بنحاول سواء بس عارف بها لما بتحلق شعر بتحلق شعر ده انك اسمه إيه ده الحلقة اللي فاتت أنا كنت بقول بقول اللي بيسمعونا انه لو عرفتوا تلاقوا الابسود الابسود اللي ده كنت عادت تتكرر فري ويليم اللي هو العمل كوالا تنك في حلقات ببي كوالا لقاها حاجة اه يعني هو لقاها عادي لقاها عادي بعدها بعد الحلقة ما نزلت بتلات ساعات اه 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 فانا مش حاسه لقاها انا حاسه هو كان عارفا لا 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 انا حاسه ان هو عمل اكيد عنده اجهزة كتير قوي اه اي اي بقى فتمام يعني وعشان كده جبت لكو جديد ودي انا مش بغزر اه بغاز فان ميل وبعد كده احنا احنا كان في حلقة كان في حلقة انا حتى مش فاكر يعني حلقة بس كان في حلقة احنا نسينا بعد ما خلصنا الحلقة ان احنا نقرأ فان ميل معين فسجلناها زيادة ففاروق بعث لي فويس نوت مجنونة اوي او يا لا وقال لي قال لي سجل انت عليها ردود للحاجات المجنونة اللي قلتها دي او صعب اوي او صعب اوي لان هو جيمي عمل بريلينت فاكينج جوب انا بعتله فويس نوت معسفة فيها حاجات مفاشتة وفاروق بيتكلم فيها كاني انا برد فيها بس هو بيبعت حاجات سايلنت يعني هو بيتكلم مثلا لو هو ايه مثلا ايه يا جيمي ازايك عمل ايه وبيوسكت وانا مفروض ازاود بقى في النص وبيعود يترك فاكة حسنا كنت ابعد ازاود بقى ان هو اتكلمت يعني في حتة المفروض هو يقول فيها حاجة كتير انا سيبت بوز صغيرة وفي حتة المفروض يعني عملت كل حاجة اقدر عملها فالكيوورد عشان تلاقوها ان هي في سيجمنت فان ميل انا حلقة ما اعرفش والكيوورد التانية فلو لقيتوها اه جود لك بس كده ايه المهم ايه المهم انا فاروق وانا جيبي وطز في اسرائيل كلا عادة في كوالا سانش بودكاست انا فاروق وانا النهاردة انقامة جديدة ايه هي بقى السيجمنت اللي هنعملها? هنعمل سيجمنت ان انا هنروح هنروح نتطوع في الفلسيلة. اه ياني ياني. would you do it? ان انا 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 اصلا فكرة ان انا اتطوع على حاجة دي اصلا عامة حاجة ده. بقى لو انت بتقولها كده يا اتطوع كده اتكلم احدش يحب يعملها. لا يعني انا مثلا وانا في الجيش كانوا وانا في مركز التدريب مفروضه. ممكن تطوع عشان تبقى في الجيش. لا 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 وانا في المركز ذات نفسه ولا هو خلاص احنا دخلنا الجيش هو مفروض بيسأله كل يعني بيقوله لو حد هنا خريق كده يجلنا. لو حد مسلا اشتغل في مطبخ قبل كده يجي هنا. فالحاجات دي بتبقى تطوعات قوي ففيه ناس بترفع ايديها عشان تروح تشتغل في المطبخ وانا تروح تشتغل في الكانتين واحد مش عارف ايه بتاع. فانا كنت دايما طول حياتي سوى بقى في الجيش او في المدرسة او كده دايما عمليه برفع ايدي. بيحسل هو ماء عين ده وندق. ده بيحصل كتير بقى في شغلنا دلوقتي في الجامعة بقى في المستشفى في الاصر اياني بيتعلى هون. جماعة مين عايز يتطوع عشان يبقى مسؤول عن الجودة. يا لا وا. يا لا هوي. انا اساسا مش متخيق او جد بجد يعش دي حاجة بقاني اوي. ماشي ماشي هي واي دايكل بس على صغير اوي. ده يلا بيناد. اقدرات يا جماعة سيجمنت واي دايكل التطوع. ما وادي جو كيو? ما وادي جو كيو? انا لقيت ان انا فجأة بقيت مسؤولة عن حاجة اسمها الجودة. خلاص من غير ما اتطوع. بس جودة ايه? جودة. ما هي دي بقى الفكرة? جودة الطرقات. انا اكتشفت. انا اكتشفت ان الجامعات بتحصل على شهادة ايزو. اكنا انا مصانع تكييفات. ما انا بحس ان مصر متستحملش. متستحملش الكلام. الكلام ده خالص. اصلي الحاجات دي بتجول اللي هو. اتها الايزو كيين. افرشوا بقى السكاكيت ورشوا ببارفون. حاجات كده. انا هشوف كده ايزو سرتيفكت ايه مسلا ايه متوطالبات شهادة الايزو. هتلاقي مسلا ان ان انت دي بتبتخذ اللي هو محل حلويات. مثلا مصنع تكييف. مصنع اسمنت. اكوالاتي كنترول يا. ما هي بقى قرف الفكرة ان فجأة بقت مسؤولة على الجودة. لقيت ناس مصنوع في جروب واتساب. مستشفى اصنعين تلاقي حلواني جوه. تلاقي مسنع تكييف. مسؤولة على الجودة. اه. لقيت نفسي في جروب واتساب. اول حاجة اللي هو يا جماعة اه بعد اذنكو اه كل بعتلكو بي دي اف تلتمية واثنين صفحة. ستين شفتر. اه. نملاه مع بعض. نملاه مع بعض عن كل قسمه ونبعته. وبعد كده انا طبعا كنت اقعد لو انا لا 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 مش مش ههم. يعني احسن لي اموت. اه. مش لترق يعني مثال فوركلي. اه. وبعد كده لقيت انه اول اول حاجة هي قالوا تعالوا لي بتدي يا جماعة ان انتو تعدوا في القسم بتاعك وتعدوا عدد البروجيكتور وقعدة شاشات العرض والكمبيوترات والهيكل التنظيمي للهيئة المعاونة للتدريس. وبتدر المهضوع يتصعب بقى. you lost me at group بوتساب. عرف اللي هو كل شوية اللي هو مصادر الخطر ومتلازمة المتعامل معها اللي هو. احنا ما عندناش طفيات حريق بتشتغل. بس انا عندي سؤال هل انت بتفاكت تليو ماكت? هو كل. ولا انت بتعمل حاجات صحة انا ما عملتش حاجة انا رحت اعتذرت عن الديوتي ده قلت انا مش عامل اه ايه ده فهنا طب كويس والله بس دي اول حاجة انا قلت ايوه على حاجة كتير اوي فايهاده كراديت فور وان لأ اه اوكي اوكي فلا لا لا ما قدرتش حاسيت ان هو انا دماغي اساسا ما اشتغلش كده حاجة مبهمة اوي حاجة مبهمة اوي موضوع الجاو ده لا فيه ناس بيحبوا الكلام ده اوي فيه بيحبوا اللي هو انا مسؤول عنالي اه ونعرض بقى الباور بوين لأ وتحس تحس الناس المتحمسة دي دايما بتحب ان يبقى فيه ويكلي ميتنج نريكاب الاسبوع اللي فات لا يزم ولازم فيه حد بياخد المينيتس يا لوا واحب بيبعت المينيتس على جروب الواتساب اللي فيها المينيتس كما حد كتب الميتنج مينيتس ازاي بتكتبوش ميتنج ما احنا كنا فيه ما احنا كنا فيه سحيح يا جماعة طب هل اخ طب خلاص هل الطلاية ما هو طلاية ما حينفع يبقى فيه ميتنج مينيتس وتتكتب ما تبعتوا عنا مكتوبه يوجيكتوب بقى يا جماعة للميتنج معṛش وايه الحاجات اللي هو كل حد يبقى مسؤول عن حاجة ايه رولز States لا مش رولز حاجة اللي هي جندا جنكتبلز– Objectibles سحاجة كده هو يعني ما عرفش بشكل الحاجة انه هو كل حد مسؤول على حاجة يعني بيعملها وعارف الباور بوينت اللي هو بيختاروا من الدزاين اللي هو لما تيجي تدوس دزاين على باور بوينت يختاروا تاني او تالت واحد مش الاولاني عشان في اعداد تاني او تالت واحد يا لهوي يا لهوي يعني ابو ام ضايع الوقت كان فيه ميتنج عندنا في الشركة كبير قوي مفروض بقى كل بقى التيم ليدرز حيروحه كل الديبادة في ديبارتمنتز مش عارف ايه بتاعه كلنا نحن نتقابل وبتاعه واحنا كده كده بايدفولد فيه ناس معنا بيدخلوا اونلاين عشان هما مش في البلد طبعا فيه واحد مصري واحد في اسكندرية ما راحش ودخل اونلاين فاول ما مدارنا عرف بايد추 الوقت لازم نبقى لانا بقى كلنا موجودين طبع ده واحد ودخل الylanلة لا 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 يزم لا لا لازم ما عيني فيه مزهلا استبدأ بلاب مكتب عادي لا 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 لازم يبقى فيه القفشة لاب شغلوا بابابابابابابابابابابابا الاسبكت المعماري بتاع الحياة يعني ان هما ان تبقى هل المبنى ده او المؤسسة دي او ان كانت بتميت الستاندرد بتاعت حاجات بقى الانرجي ساستينابلاتي يعني عودة المكتب الاخضر تم افتساح اليوم المكتب الاخضر بحضور رئاسة جامعة اسيوت واساس اني بنفتعه في بقناها وهو مثلا وفيه بعض لو انت وصلت لبرونز ولا سيلفر ولا مش عارف ايه ان انت مثلا لو الانرجي كونسومشن لو الطاقة اللي انت استهلكتها في المبنى على مدار شهر اقل من 34% يبقى انت ابنو كده حاجات كده لو الطاقة تقدر ان هي تستحدث من فرين من غزها ببطاريات انرجايزر انت تمام لو جبت سولر لو اخنت عليها ده غلط لو جبت عملت جديد بحاله تاخد بطاريات قديمة وتعطي عضعاضها عشان استعملها تاني يبقى انت هتاخد بالزبط كده لو انت بتاخد البطاريات اللي بتعضعاضها وتعطي مص الحاجات اللي بتطلع منها زي النخيع بتاع العض انت هتموت يا لهوي وده سيجمنت جديد ازمه ازاي تخلي شغلك اخضر اكتر بدل لما تسخر حاجة في الميكرويف اي نوع اي حاجة بتبين اللي هو قدي احنا ماشيين على الجداول والإكسيل شيت وبنميت الكواليتي ستاندردس بتاعت كلام فاضي بجد كلام فاضي هتطلع مثلا لستة فيه مثلا ان انت تبقى حاجة اللي علاقة بالانرجي حاجة اللي علاقة باللوكيشن والترانسبورتيشن حوالين البطاعة فيه واطر افشيشنسي فانا حاسس ان مصر لو حاولت ان مسلا مصر كلها عبارة عن اماكن اللي هو ما تشغللنا الكاتل يا سعاد كلها كل التيمز في مصر عبارة عن ناس بتاعه اكسترا وورج الكاتل هي اكتر حاجة بتاعه الكهربا في العالم الكاتل بياخد كبية كهربا مجنونة عشان يسخن ميا اسرع تلاتين ثانية من حاجة كهربا قال مين بيبعايز الهبل ده وانا بحب الكاتل زي الهيب ده وتقوم عاملة كده بقولك انا حاسس ان لو في مبنى لو في مبنى قرروا فعلا اللي هو لا يا جماعة احنا عارفين ان احنا فشلين بس لازم حاسس ان هم مثلا في الووتر ايفيشنسي هيبقى مية في المية احسن حاجة في العالم بس كل حاجة تانية هيبقوا مخبيينها في الدولام ايوة ايوة طبعا طبعا ووتر ايفيشنسي حيبلوه بيضيعوا ساعة الوضوء هنعمل حمام مخروم من تحت بحيث اللي تحت يستعمل المية اللي بتتدلع تخلف قال لك شهادة الايزو في التعليم يلا يا جماعة بسرعة نطلع الجداول ونكتب حاجات وهم يعيني شهادة الايزو بيصدقوا ايوة طبعا احنا بنقعد نكتب اه طبعا في مناهك طبعا ولا في اي حاجة مفيش متابعة مفيش اي حاجة وبعد كده طب خلاص ماشي دلوقتي هل لو في طالب داخل عشان يتعلم سايكايتري حيشوف ان احنا كاتبين حاصرين على شهادة الايزو هو فاكين كيرز انا ليه بنضيع انا بحس ان هم لما بيبقى الرئيس المؤسسة التعليمية في الحياة بحسوا بيبقى على فراش موتو كده والي هو انا اللي عملت ده وعملت باديده اه خط الاعتماد الدولي اه انا اللي خدت لاعددية انا اللي خليت الاعدادية انا اللي خليت الاعدادين كان بزمان كنت ستة واربعين سنة وشوفت امي لما كات خادت اللي ابتدائية مش تزبري ويرد اخلا بيشوف امي بتا حاضر ابتدائية هي احدها كت امية امي امي اميigne واسمها امنية. امي امنية امي. يا لهوي جودة. شهادة الاعتماد الدولي. وفي الفكرة بقى ان في الاخر خالص لو انت معاك شهادة اكتشلي محدش بيعترف بيها. اه برا مصر. يعني الناس عارفين المستوى يعني الناس مسلا برا يعني الحاجات اللي هي مستشفات برا او برا عارفين ان في حاجة اسمها قصر العيني وعين شمس. فاهمين الكلام. فاهمين بس عارفين. انا وانت مسلا عارفين في حاجة اسمهاك ولا نمبور. مسلا. عارفين حاجة اسمها بجوجل بس من عارشة هي ايه. لو في حد جالنا قال لنا انا معايا بلاي ستيشن. اناك ولا نمبوري. المفروض تأسكه في ايه. فانا هو المحدش هيسك فيه. انت سامع عنه بس يدون ترس. بس انا معايش هادة جودة. ايه ما انت بتجذب فيها. انا حاجات كمان متعصبني ان مصر مصممة تعمل تعمل حاجات جديدة مش معترف بيها في اي حد. اه ايه 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 ايه. يعني انا مثلا انا متخرج. زي الاي سي دي ال ده مثلا. ايه الاي سي دي ال? اللي هو رخصة قيادة الحاسب الايلي. ايه? والله العظيم في حاجة اسمها انترناشا الكمبيوتر درايفينج لايسنس. اي سي دي ال سرتفكت دايدي. دي كل الناس لازم تعملها دي دي. دي. دي فوسط كل الحاجات المشهورة انت بتعرفهاش. اه. دي اكترهم. دي دي اصعب واحدة. اي دي رخصة لايه? درايفينج لايسنس? لأ اه دي رخصة مش رخصة سواقة. بس مكتوب بالانترناشا الكمبيوتر درايفينج لايسنس. ايما هي دي لما الناس. عارف جوة هو الناس اللي بتاخد تويفل كده عشان تشتغل بعد الجامعة. عارش? مش عارف بقى. ايو فاهم. ايو فيها حاجة اسمها ICDL. ده بيعملوا ايه؟ شكورة او ايه شي بيحرم عليك. اللي ايه؟ بيعملوا بيعملوا ايه؟ و اكسل و كلام فادي كده. آه. وده دي معترف بيها هنا ولا بره? اللي هم بنحتاج نعملها عشان نطلع بره. مش فاهم. محدش مش معترف ايه في اي حتة ما مش حاجة. اساسا انت بتاخد كلام فادي وبعد كده بتعيدي بتعيش حياتك بيجد ما ملاحيش معنى. انت عارف انت ما عارفش انت تعرف الحوار ده. لا لا انت عارف ان الامريكن الامريكن سكول سيستم في مصر ان ان خلاص اي حد في امريكن دلوقتي معاش هذا بتاعة مش هتبقى مطر بيها بره عشان عشان هما خلاص امريكا تحصبت من مصر من كترة من اللي بتحلم بتصرب فعملوا حاجة اسمها بدل الاساي تيز عملوا حاجة مش عارف حاجة اسمها ايه اي اساي تيز او حاجة كده فقول امريكن دلوقتي فيه طلبة كتير قوي بيدرسوا حاجة وفي الاخر حيدطروا يدرسوا تاني او يعملوش هادة عشان يطلعوا بره ها بل يعملو يعملو اي سي دي ال احنا يمني احنا قولنا اه ساني ساني انا مش عارف ان كلمت في ده عن البودكاست بس احنا قولنا ان في حاجة اسمها اه اه دورات تحول رقمي مش عارف انت فاكر ايو 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 ان نحول كل حاجة هارد كوبي من دي جيتل يعني المفروض ان ده الاساس الحاجة ان هو دلوقتي العلم كله عشان وقت كورونا كان بدل مسلا ما انت بتعد تشرح لطلبه ان انت بتقدر تشرح لهم عن طريق زوم او عن طريق ان انت هتحول كل الماتيريال لحاجات فيديوز وحاجات اوديو وحاجات سامبلز وان ان انت تكشف على مسلا عيان بعد ان ما تاخد وتبقى عامل بلير على وشه فأي حاجات كده هو فأنا كنت فاكر ان دي هتبقى حاجة مفيدة جدا التوراة التحول الرقمي هي مفيدة بس لو تعملت صح وهي مش هتتعمل صح بس هي لازم بس هي اه مستحيل طبق هي لازم ان هي هم عبارة عن سبع امتحارات اه 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 كل امتحان بيختبرك في ايه بقى تخيل المتحارات سبع تخيل متقسمين ايه? لا 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 هم سبع هم سبع دورات في سبع متحانات بتخيل متقسمين ايه? ايه? انجليش ومات واربي? حاول تقول اي حاجة لا 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 هم لازم يقول سبع تخيل انت هي حاجة ديجيتييزييزيزيشن تخيل انا عرف ان دي حاجة سخيفة استخيل متقسمين ايه? انت متقسمين ايه 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 فاروق متقسمين ايه ايه يا فاروق قصدي ايه متقسمين ايه واسمو ايه ده وويب و هارد وده هيساعد في ايه في في ان احنا ننقل من حاجات ممسوكة لحاجات ديجيطالايزد الاسئلة عبارة عن ايه بقى بتكلم بجد To minimize all windows لا 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 Windows plus D Windows plus M Windows L Windows N المشكلة ان الحاجات دي اصلا احنا مش عارفين من حد النهارض ميكروفون is an audio input device that convert the sound true or false يا لا هو is a monitor an output machine ولا input machine the task view button provides easy switching among open window true or false ينهار اسود مش مصدق بجد والله مش مصدق طب وده بتندرسو قد ايه يعني ده حوار صعب قوي يا ابني ده ده حاجة مجنونة جدا الناس بتسقط فيها هو اساسا والله العزيق اسئلة بسأل اسئلة بقول الحاجات عجب لي ان هم بيسقطوا فيها بس ده في اسئلة صعبة قوي بس الدرجات بتتصلح عادي برضو physically مش digitalize ده ان الدرجات بتنزل ورقة متعلقة متخشمة على الحيط لا 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 تب بنامتحنا على اكشل نروح نمتحنا على كمبيوتر على جوجل دوكيمنت أوكي وبتصلح وتطلع لك النتيجة وقتي يعني هم بيزلوكوا اللي هو لو حد سقط بيقول له بس بس انا بصلح لك على ايه بس شايف شايف انا بعمل ايه على الورد شايفي حالتها لا 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 الاسئلة بتبقى اللي هوا مسلا ايه الفرق ما بين سوبر كمبيوتر ومينفريام كمبيوتر ايش عرفتني يعني ايه سباي وير على علىSam I reading انا ماعرش هاي الفرق ما بين سباي وير وفير 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 وو بالقناته بال fearless machine language الذي المش customized using by computers الكنترول ايه الفرق بين كنترول وبين ولي اوت في الاكسس بار في النافجيشن بار كفاية لسه 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 هو انت اللي بتعود دائمك ولا انت فاكره من كدر التراما لا انا بوصع عليه الديريكت اكسس بار كونتينز كام ايكون ليه عشان عشان يعني احنا ما فوق طيب انت لو حفصت في كام ايكون ليه دي حاجة ليه كأنك مسلا بتقوله لو دست فايل حيبقى في كام اوبشن بعد ما تفتح فايل من منيو بار بالزبط ليه يلا هوي في كام زرار في الكيبورد لا بيسأله في الحاجات اللي هو عارف البتاعة بتاعة الالاين دي اللي هي يجيب على الشمال اسمهم ايه بقى كليب بورد جروب ولا باراجراف جروب ولا فونت جروب ولا معرفش انا بعملها معرفش عشان بنعمل بالزبط كده يا لهوية كأنه مسلا حد بيعمل بعد كده هو مش عارف كلمة كلهم بيقول له لا 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 مش تمام لا احنا مش عجباني اللي هو مسلا كان حدا ما عمل بلاك باك فليب حلوة قوي وبرفكت قوي ومتزنة واعمال له حامل تمانية قراءة بعد مثلا وإحنا اللي هو قف التجامد قوي بتشعب فيه وبتاع دي اسمها ايه بقى اسمها ايه مش عارف انا بعملها لا خلاص لا خلاص في زوم ميتنج ست ساعات لكل موديول يعني ست ساعات في سبع امتحانات بـ 42 امتحان جد والله العظيم ما بهضر وده ده شغال دلوقتي ده حاجة موجودة دلوقتي دي كل الناس اللي في جامعة في كل الجامعات في مصر اللي لازم ياخدوا الدورات دي عشان يعرفوا يترقوا دي ابتدت امتى ابتدت من سنة ونص او سنتين انا مش صدق الحمد لله ما تخرجت الفكرة انه الفكرة انه لا هو ده مش للطلبة ده ده اللي هو الستوف كمان لو انت متعين ده لو انت معين مدرس وسان اما انا متطر ده متحان لرئيس الوزر ليه؟ من مدرس مساعد لمدرس لازم اعمل الارف ده يامني انقعت اساسا الامتحان ياما انت بتختار انجليزي ايام عربي اوكي فانا اخترت انجليز انت بيقولولك بص انت ليك الحق ان انت تخش الامتحان ديريكت من غير ما تحضر الست ساعات بير بتاعها بس لو سقت في واحد بس لازم تحضر بتاعها فانا قاعدت ادور على الاسئلة القديمة وقاعدت احفظها تخيط دكتور فاهمت يعني انا ممكن بدلما اذاكر حاجة ليه على الأقوى بالناس اللي بشو قالها احفظ ثلاث ساعات البراجراف فيه كامبش عارف ايه مين اللي اخترع الباور بوينت اسمه ايه والله العظيم الاسئلة اسمه 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 مارك باور ودخلت الفكرة انه كان معي واحدة دفعيتي يعني دخلت امتحان بالعربي هما عشان زيكو ميكو فالاسئلة اللي بالانجليش مبتتغيرش فانا حفظت 54 صفحة بس الاسئلة اللي بالعربي بتتغير كل امتحان ينهر اسود انتعلم ان كنت متأكد ان ده حيحصل بس قلت لا لا اكيد مش ده حيحصل فانا دخلت يعني هما مثلا انا حفظت 500 سؤال او 450 سؤال فهم جم منهم 300 سؤال عيوا عيوا العربي اللي بنت سقطت في 3 حاجات مثلا وبعد كده انت بتخيل انه انه ده في الاغلب هما قالوا لا احنا عايزين نعمل امتحانات تحول رقمي فمين يا جماعة هيحطوا المنهج يلا نجيب ناس شغلة في سايبر فهم حصدي دخلهم على ويكيبيديا وخليهم يعملوا اسئلة يعني ايه يعني ايه مين دول انا بتخيل يعني اه اه جابوا مين عارفك الصوت بيقطع شوية ميشي ميشي انا قصدي انا بتخيل هما جابوا جابوا مين عشان يعمل الهبل ده يعني والاكسس ده طبعا كان دمار يعني انا حصلا انا الحد اللي حتى ما عرفش شكل الاكسس ما عرفش حتى لون اللوجو احمر تقريبا او ارنج يا لهوي واكسل بيعادوا يسألونا تعمل ازاي عشان تعمل ايه اللي هو مين بيستحمل الكلام ده كله ما انا حاج جوجل لو انا محتاجة اعمل حاجة سام لحاجة حاج جوجل سهلا الفكرة بقى انه برضو في وسط كل الهم ده في ناس بتحضر الحاجات دي وتبقى اللي هو معلش يا باش مهندس ايمن يا دنيا لك بتعمل ايه مش مصدق انا الناس الدقوبة على الدراسة بس في الحاجة الغلط بتعصبني ازين جاني وليه بتعصبني انا متعصب اوي 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 مش ببقى اللي هو متديق لهم ايه يا حرام لا ببقى جاني وليه متعصب اللي هو هو انتو ليه كده ايو ايو انا بحس ان ده تفاهم وقنع يعني لو احنا هنعمل نفسنا ديب اوي في ازاي نعمل background soda لفايل الورد ونكتب باللاب يد بجد تخلف ولا انت بتخيل ان احنا هم نعمل حاجة زي كده ال this age اللي هو ايه كمان انتو بتهزروا انتو بتهزروا ده فات مين بايه ده جودة عشان ناخد الليد دكتور فاروق بقى مسؤول عن الجودة عشان ناخد الليد certificate عشان هنا هيبقى كل وليه وده اللي هيقولوا ايه بقى ان مصر كل الناس اللي فيها خلصوا التحول الرقمي بقى وكلهم digitized ومستعدين للتقبل هتعرف ان انا هتلي حد بيعرف يفتح زوم بقى اصلا هتعرف ان الكسم بتاعي اللي انا اتخرجت منه انا الكسم بتاعي ولا عمارة ولا مدني عشان انا دخلت special programs كده لا لا بازل فهو كسم اسمه عمارة وتشيد لما بتروح التشيد دي بتضحك لما بتروح اسمها ايه بتاعتش امو التطلبة دي اما تكون عايز اسمه شاهد التخرج شاهد عايز تاخد شاهد التخرج عشان تستعملك يبقى معايك paper work ايو 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 انا عشان بالنسبة للبلد البلد نفسها مش معترفة بالاقسام بتاعت special programs كلها اللي هو ما ينفعش تبقى كهربائي ويسباك في نفس الوقت فأنا لازم في شاهد التخرج يا اما اقول لهم وانا بطلبها في الكلية لأ خلوها لي عمارة عشان انا محتاجة دلوقتي في حياة ليه علاقة بالعمارة او ممكن عادي اقول لهم لأ خلوها لي مدني وانا هاروح هاروح اجزب اجزب على الناس في الشرعة ان انا بقى فهم في عاجات مدني يلاوي يلاوي so weird احنا هنا دلوقتي في مصر لو انت عايز تطلع شاهدة طلعها من القصر عيني وتروح تختمها من العاصمة الادارية وترجعت اني لا جماعة انا هاروح بقى هاروح لحت ساعة ونص كده رايح راجع فكرة انا برضو دي وادة داكل جديدة ان انا بكره الاختام ال one of a kind بكره ان فيه اختام مايفعش يبقى فيه غرها في العالم ده رالا خلاص كده والفكرة ان هو انت بس لو انت الراجل بس اللي بيختم ده لو انت بس جبت له ميكس شوكولاتة مسلا معارف اللي هو جوهينة بس خلاص ده بقى صعبك يختم لك لأي حاجة فإتس not that inaccessible يعني طرح ما انت بتعمل one of a kind خات بس حطه في ايد موظف مصري خلاص سهلة اه خياني اه موظفين الجودة عايزي انت انجيب في الايامك كلية وكده ما كنتش بتحب مندوب الدفع وكده برضو ولا كنت ولا انت اصلا حسك ممكن لا 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 انا كنت انا بحب قوي اللي هو الفريلانس يعني مثلا كان فيه حاجة عندنا في الكرة اسمها sss الهم بتوع exchange بقى ما بين هنا وهناك و وحملات توعية ومش عارف ايه حاجة كتير قوي you lost me at what's app group هم هم cool اوي ناس cool اوي فكل الناس كانت بتخش بقى sss وبتاعه وانا كنت اللي هو انا بعمل حاجات مع sss بس انا مش يعني يعني كل الناس اللي في sss عارفيني بس ما بروحش الميتنج اللي بيعملوا فيه voting مثلا فهم قوزي token يعني تبقى token اه فانا قاعد كده اللي هو كنا كنا عاملين حاجة انا وشراوي اسمها عارف شراوي شراوي اسمها sss radio كان بيدحك اوي ايه ده ودي حاجة تسجلت يعني اه كتلزيزة طب ما انشغلها دلوقتي مي ادو هاوي طيب وبعدين بس فطول حاجة لا ما كنتش ما فيش بقى عندي بجودت حد الطلبة والحاجات دي كلها انا اي حاجة فيها حاجات منجيري process of writing shit down وانا انت تابعت حاجة الحاجة that doesn't يعني حاجة ما بتعودش بتنفع direct على طلبة او عينين انا هبقى مدائق جدا وانا بعملها اوكي اسل ليه فهم يعني انا ماشي لو في حاجة ممكن اعملها في الطلبة يتعلمه احسن انا ما عنديش مشاكل لكن انا انا عاود اعد فيه كان projector في المستشفى اوعد اشوف الهيكر التنظيمي ده مش حاجة هتفيد اي بني ايدم فهم انا part of the reason اظنني دي برضو حاجة مكمونة في السبكونشوز بتاعي ان ليه انا ما بحبش اتطوع في حاجة عشان انا عارف ان انا لو دخلت في الحاجة حبقى عامل ضوابط روابط كتير قوي فحكر اللي معي في الحاجة اه ايه ده تفتكر لا عشان انا انا فكر دلوقتي ايجا لي ميمري وانا انا وانا في المدرسة كانوا عاملين قرروا فجأة ان كل فاصل هيبقى له اه leader لل art side بتاعت مش عارة حصة وحد lead بتاع science side مش عارفة حاجة متخلفة كده مش فكرة حتى titles فهو عشان كل فاصل عارف ان انا بعرف ارسم فهم بيعملوا محمد جمال وانا اصلا ما اتطوعتش انا الوحيد اللي في يوم كلهم ما اتطوعتش فthey voted for me وبقيت ده فانا عشان بحب دوابط روابط ولا هو خلاص انا لازم بقى قد المسؤول اي يا لاو فجأهم يعملوا مش عارف decorations بتاعت ال new year في الفصل ومش عارف ايه فانا عمل بقول لهم لأ لازم نعمل كذا حيبشك لا احلى لو عملنا كذا فلقيت عشان هما البنات كانوا هما اللي بيتولوا الحاجات دي قوية طول حياتنا فلقيتهم بيقولوا لي لا احنا مش هنعمل كده وفكسوا لي وعملوا أم حاجاتهم فحزت اللي هو فأي لفت فأنا مشيت وخلاص يعني من غير خناقة حتى عشان انا بقى عايزة عمل دوابط روابط بس اه حاجة انا لما بقى يعني انا حتى في شغلي دلوقتي من ساعة ما بقيت هدقى في حاجة وتحتية مش عارف ايه وبتاع بعمل دوابط روابط كتير بجد بعمل دوابط كتير قوي وابعت ايميل وقول اللي حيعمل كزا حيحصل له كزا لا لا بجد 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 بس مش تهديدات بس مش تهديدات اه بس بعمل كده وكده كده هما مش بيسمعوا الكلام بس لما بيحصل حاجة غلط بقول لهم انا قردي قلت اللي انا محتاجه وانتو بتابعت ايميل بقى فيها بتسيسي الناس بقى وهي كده اه نايس يبدي انتو كل حاجة انت بتطريق عليها لعواقب ميتينجز ولزن الجميع نتجمع كل يوم انا بقى اعمل حاجة ما انا عارف ما انا عارف ما انا عارف بس بس عشان عشان انا انا بقيت انا بقيت مشكلة ان احنا بنحاول انا بقيت انا تمام انا ات وان پوينت اي جوت بييت تو دوت وانا كنت تمام فيها بس انا بس اي 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 كانت ستاندت يعني حاس انه اكيد فيه طريقة اسهل لده يا فاهم اصدق المينتز يا جماعة حولي انا مدقوا في الاصر عيني بتحاول الحاجات لما بيحاولوا في الاصر العيني يميك الحاجات الكوربريتي اللي هو جماعة احنا مستشفى اه لا تم مين هيكتب المينتز ما عندناش يا جماعة احنا عندنا عقارب احنا عندنا عينين وادوية طب يا جماعة مين هيحسن جودة الافران هو انت عارف ان احنا بقى الناس ساعة لتلتا بنتكلم موضوع متعب قوي طب ابقول لك بفكر بفكر انزل بالميتين بتاعة الحلقة دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ايه ده خلي حد يعملها عندنا ناس جماعة لو انت حد شغال في ال او شغال في الحاجات اللي احنا مش فاهمانها دي عملو لنا بتاعة الحلقة دي يا رحوي اخياني اش ممكن عجبني ان احنا كنا ازا المحضرين ساجمز نعملها وبالسهوة دي تلعت هو ده اللي حصل يعني اه بس ميش شكرا لكم اه خياني نرجع للحزن شوية حزن تاني شايدر اه 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 ما هي هو ده الرولر كوستر بتاعتنا شكرا انتم بتسمعوا لا الرولر كوستر وكمان عشان اللي كنت ميكرة مناديب الدفع يعني ماناعدnies هو ما اسموهمش مناديب الدفع لا مندوب مندوب الدفع بتاع كل سنة فهو apply عمل ايه تمه هو ما اسموهم مندوب مي يسموهم التحد paras لابا ايه مندوب الدفع ايوة مندوب كان ما عندنا مندوب دفع في الكلية بيعامل ايه يعني بيبقى هو اللي هو اللي احنا عندنا مشكلة مسلا في مادة. اه يلا هوي ده اللي هو بيروح اللي هو دكتور انت لغيت شابتر تو. ايوة. ايوة. هو ده اللي هو مسلا هو اللي حيلام. يلا هو ده دول بيبقوا. الكل مناديب الدفع بيروحوا الايلند بتاعت جافري ابستين. انا مش فاهم ده ايه بس. اه ايه ده بجد. اه. جافري ابستين ده حد يعني في هوليوود كان مهم قوي وهو غني بالزيادة وكان عنده ايلند بيعمل فيها اه اه ساكس ترافكينج كتير ويجيبه ممثلين عشان يعملوا حاجات مع بنيات مقاصرين. اه. فهو تقابض عليه ومات من كم سنة. يا لحوة. بس. فهو المناديب الدفع اردات ديب. اه 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 بس يا جماعة. اه اه. ايه بقى. جماعة بيعد اكتبو لنا ميتين مينتز. مش بنهضر ايه. بس انا اخاف بعد ما نقول كده كله حيبقى متحمس قوي اعملها فحنلاقي ميتين مينتز كتير قوي. فانا حاسس ان احسن ميتين مينتز حتتكتب. حن اكتشلي حنهيرهم او هير. انهو يكتب ميتين مينتز كل حالة. اه اه انهو. وحندي لهم متين وتلاتين ارش. في الدقيقة. انا مش عارف هتتحسب ده ازاي. انا عايز اعرف ليس. انا عالجودة. واي واي از ات كول تلاتين مينتز. ما بفهمش برضو الحاجات اللي هي مفهاش الشركات اللي ما يفهاش ببليك ريليشنز بس يبقى فيها مسؤول ببليك ريليشنز. يعني ايه. يعني شركات مثلا اللي هو احنا بإحنا يعني. ما بنعمل يعني ما بنعملش relations مع حد آه فليه في يا في شركات بجد بتبقى ممكن بس عشان انتو بتتكلم مع security wave بره مثلا فمحتاجين public relations لا اللي هو مثلا يعني مثلا مناديل مثلا ايه يعني مين بيكلم مين بره وهو بينتجوا مناديل والكرفور بيشتريها كان بيبعها لسعودي ايه يعني بقى لو فيه sponsor مثلا اللي هو فا عايزين يعملوا collaboration مع white مثلا ايه يعرف ايه حاج معاناها possibly derives from the latin phrase minute literally it literally means small writing فعملونا minuta scriptura minuta scriptura minuta طلبت 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 ط طبعاً 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 تكروف yourselves وي شوفكو اللارباقاي بوي بوي